السر التاني المهم في نجاحك زي قصة مايكروسوفت مغلبت وسادة العالم بدل اي بي ام اي بي ام كانت تعتبر الشركة الاولى في العالم في حوالي اواخر السبعينات اهم شركة عملت المين فريم او الكمبيوتر الام والكمبيوتر الام ده بياخد حوالي اوضة وبعد كده صغر وابتدى التفكير في الوقت ده انه هم يعملوا الكمبيوتر الشخصي لما فكروا يعملوا الكمبيوتر الشخصي جاء انهم عايزين يعملوا operating system او نظام تشغيل جديد وعايزين غير الoperating system محتاجين انهم القرص الصلب حاجات كتير في الوقت ده كان فيه شاب معه تقريبا سنوية ويمكن اقل اسمه بيل جيتس ازاي ما احنا عارفين لقى ان فيه نظام قديم كده اسمه كيو دوس اشترى الكيو دوس ده بسعر رخيص جدا وقال لك اطوره والافضل صورة ممكنة اطور الكيو دوس وعمل نظام التشغيل ام اس دوس وابتدى ان هو ينزله في السوق طبعا فين ده ام اس دوس ده زي الاي بي ام وفيش فرق كتير ولسه لا بام سيدة العالم فابتدى حسن بعد ما نفذ ابتدى حسن ونزل بويندوز 95 اللي من نقو زمان يمكن شفنا اول حاجة ويندوز 98 او ميلينيوم او الويندوز اكس بي لكن ال 95 ده كان ويندوز بدائي بالنسبة لللي احنا فيه دلوقتي نزل 95 وطبعا عمل ضجة في العالم واول نظام فيه نوافذ وتفاعل حسن ورح منزل 98 ومسكيتش هنا كانت لسه اي بي ام يا ترى عملنا زاكرة التخزين واسعة ولا ديقة طب هنبتدي نعمل نظام تشغيل زي بتاعنا ولا نحسن تاني لكن هو كان قدامه هدف واحد ابتدي دلوقتي وحسن ونوصل لنتيجة احسن السر التاني ابدأ الان حسن بالتدريج نتائجك لأفضل درجة ممكنة لكن لو ما ابتديتش دلوقتي انك تحقق هدفك اللي قررته اوقات كتير ما بيحصلش ان انا ابتدي تاني نفس فورا وبعد ما تنفذ اعمل مراجعة واعمل تقييم دوري وحدث ونفذ تاني وعمل مراجعة تاني وتقييم دوري تاني المشاكل دي معمولة عشان اتعلم منها وركز عليها ان انا اطلع منها نتيجة احسن زي ما هنقول بعد كده القصة عملية مستمرة لا تنتهي لو انت قرنت ويندوز 95 بالويندوز 8 والويندوز 10 اللي نزل جديد دلوقتي طبعا فيه فرق شاسع لكن القصة انه ابتدى فورا وحسن ووصل لدرجات قوية جدا من النجاح ده معناه مفيش حاجة تقلقني لكن فيه حاجات كتير محتاج اشتغل وحسن فيها فيش حاجة اسمها قلق القلق ده معناه ايه حاجة ما تمتش لانهاية كويس اشتغل عليها معناها حاجة محتاجة احسين كويس اشتغل عليها مفيش حاجة تقلقك لكن كل حاجة لو اشتغلت وحسنتها اكيد القلق هيقل اما ان انا استنى الوصول للصورة المثالية اعمل احسن نتيجة اكون احسن نتيجة او هدور على الاحسن مدرس عشان يدرسني او اهدى جوه عشان اذكر فيه او افضل صحة انا مش عايز اذكره نمصدع صدقني سامحني لم اقولها يا سلام مش هنبتدي ولو ابتدينا مش هنكمل ابدا الخطوة التانية عشان توصل باذن الله لنجاح حقيقي وبطرق مضمونة ومدروسة علميا باذن الله هترجم الهدف اللي انا قررت عمله لخطوات هي واحد اثنين تلاتة وهبدأ دلوقتي باول خطوة ممكنة وهوصل فيها لأفضل تنفيذ ممكن وبعد كده هحسن انت كمان عن الاوان تقول باذن الله هترجم هدفي الخطوات واحد اثنين تلاتة اربعة وابتدي حتى لو كان فيه خطوة غلط خطوة محتاجة تحسين مش مشكلة المهم ابتدي دلوقتي بأفضل صورة انت شايفها وحسن بعد كده بالتدريج والنتيجة صدقني مضمونة الف في المية اشتركوا في القناة